في باريس احتضن مبنى البرلمان الفرنسي ندوى عن رؤية السعودية 2030 وتأثيرها على المملكة وفرص الشركات الفرنسية في هذه الرؤية شاركة في الندوى شخصية فرنسية وسعودية وعربية على عدة مستويات سياسية واقتصادية حيث عارض الجنب السعودي مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وشركات المحتملة بين حكومتي البلدين نتطلع لمزيد من التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية خاصة من خلال مثل هذه اللقاءات لتوضيح رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من برامج للتحول الوطني على كافة الأصعدة وكذلك ما تخلقه من فرص استثمارية سواء للقطاع الخاص الفرنسي أو كذلك للشراكات بين الحكومة الفرنسية والمملكة العربية السعودية على نطاق أوسع نشهد تغيرا كبيرا في المملكة العربية السعودية رغم ظروف السياسية المعقدة المحيطة بالمملكة السعودية تمتلك رؤية للمستقبل وخاصة للأجيال الشابة وهذه الرؤية الإصلاحية تمثل فرصا للشراكة شراكة جيو سياسية لأن فرنسا بلد كبير يهتم بالشرق الأوسط وبالدفع نحو السلام وأيضا شراكات ثنائية اقتصادية وسياسية ترجمة نانسي قنقر